مرحبا سهلا فيكم ببدويترايدز الاثيريوم اخترق ال 2000 دولار وشكله يكمل صعود بظل زخم كتير قوي من الكميونيتي اليوم نحن نحكي عن الاثيريوم بيتكوين اخر اخبار الكريبتو اهم اخبار السوق بشكل عام بليز لايك ونسبسكراب للشانل وخلينا نبلش مثل ما ان الاثيريوم اخترق ال 2000 دولار حاليا عم يتم تداول فيه بال 1994 في ظل زخم كتير قوي صعودا هلا شو سبب هالزخم سبب هو التطوير اللي لحيصير ينقل الاثيريوم من Proof of Work لل Proof of Stake تم الاعلان عن تاريخ امتلا يتم هالامتقال لل Proof of Stake وهو لحيكون بين 15 و 16 الشهر الجاي عمله تسنت تجارب مبارح وتمت بنجاح يعني التسنت لحيمشي يعني ال Proof of Stake لحيمشي وكله لحيكون تمام هالشي قابله زخم كتير كبير من العالم كانت الخبرية كتير ايجابية للاثيريوم وتم دخول العالم كتير على الاسواق وقب السعر بشكل كتير كبير من ناحية تانية الاثيريوم Proof of Stake وقتا يتم انتقاله لحيتقل الكمية الاثيريوم اللي حتدخل على السوق يوميا بتقريبا 90% اذا مش اكتر يعني لحينخفض العدد الاثيريوم بالتداول وهالشي لحيعلي له سعره شغلة التانية لل Proof of Stake وقتا يصير تطبيقها وها مش على المدى القريب على المدى البعيد لانه في كذا تطبيق للاثيريوم حاليا بالمرج في برج في كتير اشياء بس بعدين لح تخفف التكلفة التداول بالاثيريوم لح تخلي الاثيريوم يصير اسرع بكتير ويقدر نكبره اكتر الى كل هالشي بدايته هي من 15 او 16 شهر الجاي هلا على الجراف شو بتقلنا الجراف بتقلنا الجراف اذا بنعمل فابيناتشي من اوطى نقطة لاعلى نقطة اعفوان شو صار هوني خليني بس اعمل اسكيب الجراف بتقلنا اذا بننزل من هون اوطى نقطة لاعلى نقطة كانت وصل لاثيريوم نحن عمرك على منطقة مؤاومة كتير قوية يلي هي الالفين دولار تقريبا ملاحظين كم مرة اينا فيها يطلوها ينزل يعني ها بتعملها منطقة كتير قوية للمؤاومة اذا كسرناها المنطقة التانية هي لح تكون تقريبا بال 2600 او 2500 هون مناطق التانين اللي لح نشوف مؤاومة كتير قوية لها اذا قدرنا اخترقناه بقوة لهالجدار اذا ما قدرنا اخترقناه بدنا نرجع نشوف نزول انا برأيي النازلة التانية بها تكون شي محل هون قبل ما نكفي في كتير امور لازم نشوفها بهالاشه هلا انا شخصيا كتم السؤالي على جروب تليجرام طبعي عن الاثيريوم والمرج انا حامل ايثيريوم بأيمن بالايثيريوم على المدى الطويل بشكل كتير كبير هو مثل الانترنت للمستقبل ايثيريوم بلاير وان الاساسه بعالم الكريبتو معقول كتير يعمل فليبينج للبيتكوين يعني في كتير عالم ما بتقول عنه هلا بس حاليا السوق بيقولوله بمرحلة جريد جريد الطمع يعني العالم صارت بمرحلة ما نخيفينه ابدا ولا شيء انا من المراحل بالطمع للطمع الشديد انا شخصيا ما بقى اشتري هالشي كنت عم بحكي معانه بالتليجرام جروب تبعي بس حبيت فسره اكتر شخصيا ما عم بيع انا انا اشتريت بالالف دولار وتحت الالف دولار ايثيريوم ما عم بيع بس انا بالطمع هون ما بقى اشتري بوقف الدي سي اي تبعي على كل العملات وتصير بالطمع هون بشتري وقتا يكون في خوف وخوف شديد وبيع بالطمع الشديد انا هايدي استراتيجية او قاعدة بالنسبة الي ما عم بقلكم بيعوا الاثيريوم تبعكم ما عم بقلكم شيء بس انا بحب كون بحمي حالي قدمة فينة هايدي استراتيجية تبعي وقاعدتي الخاصة كل واحد في اعمل اللي بدو اياه هلا من ناحية تانية شفي اخبار غير بالسوق اه تم اه اوكي عفوان هون اه ارتفع عدد العاملين بمجال البلوكتشين بنسبة 76 بالمية مع هذا وكله في فجوة كتير كبيرة بالطلب على المواهب الفنية بها المجال هاشي بيفرجينا قديشنا بعدنا بكير بالكريبتو قدي بعدنا بكير بعالم البلوكتشين بشكل عام يعني بعد في طلب كتير كبير ما عم بيلاقوا طلب ما عز انه زاد بنسبة 76 بالمية نفس الموضوع كيفين اوليري احد الملياردرية بالعالم هو بشارك تانك وكل هالامور بمعروف الزلمة بيطلع بيقول هو بيعمل متل المؤتمر بيجامعهم هو عم يحكي مع الجيل الصاعد الجيل العالم ازكيئ اهم جمعات العالم هو عم يحكي معهم شايف انه اكترياتهم ما بيهمون يفوتوا على المجالات العامة يعني نسبة كتير كبيرة منهم بدا تفوت على عالم البلوكتشين والكريبتو وقتها كمية من الزكاء او العالم كمية من الطلب عم بيروح على البرينز بيقولوله الادمغة عم بتروح على مجال معين هالمجال يكبر ويتحسن ويزدهر اكتر واكتر لذلك انا بقلكم ان احنا بعدنا بكير كتير شو في غير اخبار بهولندا بيلقوا القبض على احد المطورين تبع تورنيدو كاشك اللي بنعرف قصة تورنيدو كاشك في الدولة الامريكانية ما بقى في استعمال حيلا حدا بيستعمله بيكون عم بيساهم بامور مشبوهة تسكر الويبسايت حتى بامريكا التليجرام كل السوشيال ميديا طبعا ما عم يقدروا يشتغلون بامريكا هلأ القبض على احد المطورين هلأ هني عم بيقولوا بسبب عمل مشاكل مادية لعالم عمل شي فروض او وفينانشل كرايمز هلأ ممنع اذا له علاقة بالعقوبات ولا لا بس هالشي صار وقلت له خبركم عنه باينانس قدرت تسترد اكتريات العملات المسروقة من كيرف فاينانس هالهاكرز اللي قدروا يخترقوا كيرف فاينانس صحيح انه ازكية بالهاكينج بس شكله من انهم كثير ازكي يلا انه بعطوهن عا باينانس وباينانس قدرت تتوقفهن وتجمد هالاموال ولحتردهن لكيرف فاينانس هيدا الشيء ايجابي من قبل باينانس وكيرف فاينانس قدروا يردولهن اكتريات العملات المسروقة بما انه عم نحكي عن باينانس انكر من فترة طلعت من يومين طلعت بنسبة 50 بالمية سبب صعود الانكر بنسبة 50 بالمية هي انه عطيوهم دينوهم بقيمة كميات كبيرة من المصاري باينانس لا انكر لتكفت وطوير الشبكة انكر تأثرت كتير باينانس لاب هي اللي عطيتهم مصاري انكر تأثرت كتير باللونا باليو اس تي لعني كان اكتريات تسعين بالخمسة و تسعين بالمية من شغلة كله كان له وعليه باليو اس تي واللونا ووقت نهارة اللونا واليو اس تي عادة بنهار انكر بس قدروا يجيبوا مصاري من باينانس لاب وهالشي لحي سيعيد السوق هو باحد المنصات المشهورة احد المؤسسين تبعه عم بيقرر يبيع اكترية النسب تبعه والاسهم تبعه وقتصار الفاليواشن تبع الشركي 3 مليار دولار يعني هو نسبته الخاصة تقريبا بمليار دولار ومين اول كن مهتم مثل العادة سام بانكمان فري والافتي اكس ضغري عم بانكمان فريد مهتم بالموضوع حتى صاحب ترون جاستن سن كمان هو المهتم يعني افتي اكس و ترون فاوندور هن المهتمين بالشراء انا شخصيا بفضل افتي اكس لاني ما بايمن بجاستن سن بالمرة غير هيك اكسي انفنيتي غيرت المبدأ طبعا لا بد طريقة الربح لللاعبين وهالشي عمل بلبلة بالسوق بس هي بس تغير لطريقة اللي بيربحوا فيها العالم اللي بيرعبوا اللعبة غيروها والعالم لازم تتعود عليها قبل ما تصير كاردانو تطوير جديد على الكاردانو معدد التداول اللي عم يصير عليها اكتر واكتر 75 ألف معامة اللي صارت عليها خاصة هلا لانه في الفاسل هاردفورك جاية قريبا ويمانو عم نحكي عن الفاسل هاردفورك شكله نعملوا النود الجديدة اللي لحت يكون الفاسل هاردفورك يتم تطبيقه عليها سيكون الفاسل هاردفورك قريب كثير من الاثيريوم هاردفورك بعد ما تم الاعلان عنه 100% ولكن مثل ما قلنا بارح تشالز هاصلسن معقول يطلع مع على ألتكوين دايلي الجمعة الجاية بعتقد لحيعلن عن تاريخ الفاسل هاردفورك هيدا اعتقادة ما في شي مؤكد وان انش عم بتزيد تطوره كمان هلأ عم بتفوت على الكوكوين والت لتحسن السوابس عم بتجرب تدخل على محفظة الكوكوين كوكوين احد السبونسرز للشو تبعنا للفيديوز تبعنا مثل ما عودتكن انا عادة منقق رابح لفترة ما عم نقق رابح اليوم اذا بتشتركوا خلال الرابط تحت لح نقق واحد منكم يربح شي من الكوكوين انا عملت تقريبا كنت عم وزع عشرة متك فينا وزع كذا شغلي غير مجرد تكونوا مشتركين خلال الرابط اللي حطوا بالدسكريبشن بلو شغلة تانية بدي احكي عنا هي البيتغاد بيتغاد كمان هي سبونسر للتيم كمان عندي رابط تحت الى عاملين عرض انا قلت بخبركم عنه اذا مهتمين ازا بتتسجلوا خلال الرابط فيكن تعملوا اول شي ازا بتتسجلوا فيكن تربحوا بين 0.5 دولار ل 99 دولار وكمان تدخلوا بيسحب لتربحوا ايفون 13 ايفون 13 وغير هيك اللي بيتم ايديع 50 دولار وما فوق بالمنصة بيحصل على 10 دولار سبوت مش مش فيوتر سبوت وبيطلعوا خمسة دولار لتدول العقود هالشي ايجابي انا قلت اذا مهتمين انتو اللينك احيب الديسكريبشن بلو كمان فوتوا عليا هيدا كلشي انا عندي اليوم ان شاء الله انبسطتوا بالفيديو اذا انبسطتوا عملوا لايك اعملوا سبسكراب لحقونا على تويتر تليجرام ويوتيوب وانا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت ابدات جديد شكرا للمشاهدة